لنتحدث عن المكون المشترك بين الأجهزة الذكية إلى السيارات ومن الأجهزة الطبية إلى الأسلحة مكوناتها المشتركة هي أشباه الموصلات أو الرقائق الإلكترونية والتي باتت تعرف في عالمنا الرقمي بالنفط الجديد إذن كيف لرقائق مصنوعات من السيليكون تصغر طابع البريد حجما أن تكون هي الأمن الاقتصادي الجديد ونقطة الاشتعال الجيوسياسي ببساطة لأن الاقتصاد العالمي بات يعتمد على الرقائق فمن يصنعها ومن يستطيع شراءها يحدد من يتقدم ومن في مكانه يسير بحسب جوردين مولر شريك المؤسس لشركة انتل فإن القدرة على صناعة رقائق أصغر بكفاءة عمل أكبر أمر بالغ الأهمية بمعنى زيادة